جاءت أميرة إلى مركز الرعاية وتأهيل الأمهات الصغيرات في القاهرة قبل ثمانية أعوام وكانت أصغر أم في المركز حيث تركت بيت والدها وهي في سن العاشرة وعاشت في الشارع بلا مأوى هربا من عنف زوجة أبيها مراته كانت تيجي لما هو بيخرج الشغل كانت تمسكني تضربني بالسلك على جسمي لا نظهر وجه أميرة حماية لها وكانت أميرة قد تزوجت عرفيا في الثانية عشر من العمر من شخص يعيش في الشارع أيضا وعندما توفي زوجها جاءت أميرة إلى المركز واستقرت فيه أميرة الآن في عامها العشرين وتزوجت مرة أخرى وأنجبت طفلا ثالثا لكنها ما زالت تتردد على المركز يوجد في المركز أيضا إمكانية تعلم الحرف اليدوية ويسكن هنا نحو عشر أمهات صغيرات مع أطفالهن والمكان مفتوح للرغبات في العيش وترك حياة الشارع المركز تابع لجمعية قرية الأمل التي تأسست قبل نحو ثلاثين عاما لرعاية أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم وذلك بتنصيق مع الجهاد الحكومية تقول عبلا البدري المسؤول عن الجمعية إن الهدف هو إنقاذ هؤلاء الأطفال من حياة الشوارع والاستغلال والاغتصاب وجود بنت في الشارع سواء بنت أو أم صغيرة مصدر للانتهاك بلا حدود يعني البنت دي بتشتغل في كل وبتستغل بكل أنواع وأبشع أنواع الاستغلال هنا في المركز وجدت أميرة بيئة آمنة وهي تتدرب الآن على مهنة الخياطة أملا في تأمين مستقبلها ومستقبل أولادها وتجنيبهم حياة الشارع التي عانت منها في طفولتها اشتركوا في القناة